بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان أضوهية كبار العلماء وعضوها اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفسراتكم من محطة القصيم أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبارك فيكم نبدأ بتفسير الآيات المباركات في سورة البقرة في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في العرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآية والتي قبلها في بيان توثيق الديون والحقوق وذلك بأمور أولا الكتابة كتابة العقد والإشهاد عليه وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية ثم قال جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فهذا فيه بيان أنهم إذا لم يجدوا الكاتب كما في حالة السفر فإن الغالب أن السفر لا يوجد فيه كاتب فإن الرهن يقوم مقام الكتابة فيوثق الدين بالرهن فالرهن هو توثيق دين بعين يمكن استفاؤه منها أو من قيمتها والرهن له أحكام معروفة في السنة وفي كتب الفقهي هو توثيق إذا لم يوجد الكاتب لأنه يعوض عن الكتابة ثم قال جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته فإذا أمن بعض العاقدين البعض الآخر لم يحتج إلى إلى كتابة ورهن لكن يجب على المؤتمن الذي لم يوثق الدين عليه لا ينتهز هذه الفرصة فينكر الدين أو يتباط في تسديده إذا حل أجله فليؤدي الذي أتمن أمانته وليتق الله ربه لا يبخس منه شيئا وليتق الله ربه في أداء الدين الذي اتمن عليه في ذمته فإن الإنسان مؤتمن على ما في ذمته من حقوق الناس ثم قال وليتق الله ربه يخاف من الله عز وجل ويتق غضبه فيؤدي ما أتمنه صاحبه عليه من غير بخس ولا مماطلة ولا تأخير عن الأجل ولا قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة هذا أمر للشهود الذين شهدوا على حق من الحقوق أو على دين من الديون أنهم إذا طلبت منهم الشهادة وجب عليهم أن يؤدوها على ما تحملوها من غير كتمان ولا نقص ولا زيادة ولا تكتموا الشهادة حتى إنه إذا كان استدعى الأمر أن يخاف أن يضيع الحق وصاحبه لا يدري أن هناك شهودا عليه فإن على الشهود أن يتقدم ويؤد الشهادة لألا يضيع لألا يضيع الحق لأن هذا أمانة في ذمتهم أنهم يعلمون هذا الحق الذي تعرض للضياء ما يدل على أهمية أداء الشهادة لأنها توصل الحقوق إلى أهلها وتردع الظلمة والمنكرين لحقوق الناس ثم توعد من يكتم الشهادة فقال سبحانه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يحصل على الإثم وذكر قلبه أن آثم قلبه لأن الأمر يتعلق بالقلب صحيح المسلم يخاف على نفسه وعلى قلبه من أن ينكر الشهادة أو يجحد الشهادة أو يتثاقل في أدائها ثم قال جل وعلا والله بما تعملون علي هذا وعيد من الله جل وعلا أنه يعلم ما يعمله الناس من خير أو شر ويجازي عليه ومن ذلك من يكتم الشهادة فإن الله يعلم فعله ويعاقبه على ذلك ثم قال سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض هذا خبر من الله جل وعلا معناه أن جميع من في السماوات والأرض والسماوات والأرض ومن فيها كلهم ملك الله جل وعلا ملكا وعبيدا لله ما في السماوات وما في الأرض لا شريك له في ذلك لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لما نزلت هذه الآية شقة على الصحابة شقة عظيمة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبينون أنهم تحملوا مسؤولية عظيمة إذا كان الله سيحاسبهم عن ما أخفوا وما أعلنوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب على ما في النفس من الهموم والوساوس ومن النيات ومن ما في القلوب ولو لم يتكلموا ولو لم يتكلموا بذلك شق عليهم هذا جاءوا يشتكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصعوبة التي لأنهم يؤمنون بالقرآن وينفذون ما فيه هم يسمعون القرآن فقط ولا يمتثلون ما فيه ولا يخافون من وعيده بل هم يخافون من وعيده الله جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت بني إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا خضعوا لكلام الله سبحانه وتعالى وذلت بذلك ألسنتهم فلما قالوها سمعنا وأطعنا خفف الله عنهم ونسخ هذه الآية بقوله لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت هذا جزاؤهم لما امتثلوا أمر ربهم قالوا سمعنا وأطعنا مع ما في ذلك من المشقة عليهم خفف الله عنهم أما بني إسرائيل لما قالوا سمعنا وعصينا شدد الله عليهم وحرم عليهم أشياء كانت حلالا لهم من باب العقوبة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فالله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه وكابر مع أمره ونهيه الواجب على العبد الامتثال وأن يسمع ويطيع لأوامر الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم جزاكم الله عننا وعن أممة الإسلام خير الجزاء ونذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ 0118883 قبل قليل قبل بداية البرنامج اتصلت بنا إحدى الأخوات تقول في سؤالها يا فضيلة الشيخ بأنها ترى زوجها في المنام كثيرا وهو يبكي تقول هل نعمل له شيء من الأعمال الصالحات الجاريات وما رأيكم الشيخ في رؤية المتوفى أكثر من مرة الرؤية حق منها شيء حق وهو ما يجري على يد ملك الرؤية منها ما هو أضغاث أحلام ومنها ما هو من الشيطان فليس كل الرؤية تكون حقا لكن بعضها حق وإذا تصدقوا عن ميتهم ودعوا له وعملوا له أعمالا مما جاء في الدليل أنه يصل إليه إن ثوابه فإن ذلك ينفعه ويصلوا إليه إذا تقبله الله حتى ولو لم يروا رؤيا نعم أحسن الله إليكم معنا عبد الله من جدة تفضل أخي عبد الله أهلو السلام عليكم عليكم أكسر التلفزيوني عبد الله أكسر التلفزيوني أهلو السلام عليكم أهلو السلام عليكم أهلو السلام عليكم أهلو نعم تفضل يا أخي يا أخي أنا عندي سؤالين تفضل نسبة لأبانا لكل الصلاة الخمسة أدخل المسجد أصلي ركعتين تمام؟ نعم هل يجوز أنوي بثلاثة نيات؟ طيب طيب والسؤال الثاني نعم عندي إمام المسجد دائما مستعجل في الصلاة يعني سبحانه في الرقوع أو لا أيوه عند القراءة الفاتحة ما نكمل الفاتحة لطول الرقع هل علينا شيء؟ طيب الشيخ صالح في سؤاله الأول يسأل عن السنن الرواتب وهل لكل ركعتين نية؟ نعم قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فينوي عند التكبير فريضة أو للنافلة ينوي عند التكبير فيكون صلاته صحيحة لأن النية شرط من شروط صحة الصلاة نافلة وفريضة والرواتب مع الفرائض منها رواتب قبل الفرائض ومنها رواتب قبلها وبعدها ومنها صلوات ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها فمثلا الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها صلاة المغرب لها راتبة قبلها صلاة العشاء لها راتبة قبلها قبلها لها راتبة بعدها صلاة العشاء لها راتبة بعدها وأما قبلها فيتنفل الإنسان بما شاء نفلا مطلقا صلاة الفجر لها راتبة قبلها وهي آكد الرواتب كان صلى الله عليه وسلم لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا فيحافظ عليهما المسلم نعم إمام المسجد يقول عندهم لا يمكننا من قراءة الفاتحة وخصوصا عندما يركع مسرعا الإمام ضامن الإمام ضامن كما في الحديث فهو ضامن لصلاة من خلفه فعليه أن يتأنى ليمكن من خلفه من الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها ولا يستعجل عليهم فإن ما يحصل في صلاتهم من نقص يكون عليه قال صلى الله عليه وسلم في الأئمة يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم فالإمام عليه مسؤولية عظيمة ثم على المأموم أيضا أن لا يتأخر ويتباطى بل يبادر بالإتيان بما شرع الله سبحانه وتعالى في الصلاة ولا يتباطى بذلك لكن لو قدر أن الإمام ركع قبل أن يقرأ الفاتحة أو قبل أن يكملها فإنه يركع معه وتصح صلاته في هذه الحالة نعم مبارك من أبهى معنا على الخط نعم تفضل أهلو تفضل مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سوالي أطل الإمام نعم معي أو لا نعم معك الله أحفظك إلا الله أحفظك سوالي أبوه الزوجة وش اسمه أم الزوجة هي من قبيلة ووجال من قبيلة زوجة المرأة البنت هل يسلم على الأم الزوجة نعم الزوج المرأة يسلم على أمها هي مما حارميه وأمها تنسائكم في المحرمات فيسلم على أم زوجته وعلى جدتها وجدة جدتها فيسلم عليها هذا بنص القرآن أنه محرم لها وهي محرمة عليه ولو كانت هي من قبيلة وهو من قبيلة هذا من باب تحريم الإصهار الصهر نعم أحسن الله إليكم الذهب الملبوس هل عليه زكاة الصحيح والمفتابه أنه لا زكاة عليه لأن هذا يكلف المرأة مشقة وقد يحرمها من اتخاذ الحلي إذا كانت فقيرة ولأن الحلي الذي يستعمل هو من جملة الملبوسات كالملابس وغيرها نعم المرأة التي توفي زوجها هل تذهب للزواجات والأفراح والتنزق مع أهلها لا لا تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لحاجتها في النهار خاصة ولا تذهب إلى بيوت الأفراح والنزهات وغير ذلك حتى تنتهي عدتها قال صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله نعم يحيا من جدة تفضل يا يحيا السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال يا بصير الله يحفظك الله يجبك خير يا شيخ خالي عندي سآلين تفضل السآل أول أنا موضب شركة وراتب ضحيف وعندي والدين يا الله طالب عمارهم ودى أنفق عليهم ولكن يعني فوق طاقة يطلبوني أوقات يعني فما أقدر أني أدفع أكثر من طاقة فأوقات أجل راضية أموري أشياء محتاجة ضرورة أجلها فكل من شهر لشهر لشهر طيب واضح السؤال واضح يا أحي يجاوب الشيخ يجاوب الشيخ على السؤال يا أخي أنفق أنفق على والديك ومن تلزمك نفقته على حسب ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأنفق عليهم على حسب استطاعتك ومقدرتك نعم بقي سؤال الله أفكر حافظ شكرا فضيلة الشيخ يقول حفظكم الله من جهتي أنني تخرجت من كلية الشريعة وأخترت قاضيا وأنا ليس للحقيقة شيء في القضاء ولا أريد القضاء فبماذا يوجه الشيخ مثلي وغيري نوجهه بأنه يلزمك الامتكال فإذا أخذت للقضاء ولم تطلبه أنت فإن الله يعينك عليه إن الله يعينك عليه وأنت متخرج من كلية الشريعة ولله الحمد درست الفقه والحديث وتفسير درست علوم الشريعة فواجب عليك إذا طلبك ولي الأمر أن تمتثل ويعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك نعم أبو عبد العزيز من الرياض تفضل أبو عبد العزيز أبو عبد العزيز قصر التلفزيوني شوي تفضل شيخ شالحة عندي سؤالة العمر أنظرت نظره لله سبحانه عز وجل وما هو فيه بالنظر هذا وما أدري كيف يعني أصون ثلاث أيام ولا أطعم عشرة مساكين ما هو النظر يا أخي النظر أنظرت لله إذا تركت العمل هذا وأنا سالم غانب لا أمشي ستين كيلو على رجولي والآن لي أربع سنوات من النظر هذا من يوم قضى وإلى الآن يعني ما أكملت النظر ما أدري أصوم ثلاث أيام ولا أطعم عشرة مساكين أبقى تشكين الله يزفين نعم كفر كفارة يمين أطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة إذا تقدر فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام نعم أحسن الله إليكم مباركة فيكم فضيلة الشيخ هذه سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها راتبة الفجر تقضى معها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم صلاة الفجر في بعض الأسفار بسبب النوم الذي أصابهم بعد السهر فإنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي صلاة الفجر بأصحابه أدى قبلها الراتبة التي قبلها ورد أيضا أن راتبة الظهر القبلية تقضى بعدها إذا قضاها هذا حسن وفيه خير إن شاء الله نعم عبد الله من القصيم تفضلي عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام عندي سؤال وأحفظك بسأل الشيخ تفضل إذا أحفظك صلاة المغرب ودخل مع هذا يبي يصلي ويجب مع حص المسكد يبي يصليون العشاء كيف الطريقة سيدخل معهم ويصلي قبل المغرب إذا أمكنه أن يصلي المغرب ويلحق معهم بصلاة العشاء إذا سلم من المغرب فحسن وإن دخل معهم بنية المغرب فإذا قاموا للركعة الرابعة يجلس هو ويأتي بالتشاهد الأخير ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر حتى يسلموا فيسلم معهم فهذا أيضا لا بأس به نعم يعني سلم الشيخ صالح الله يحفظك ما فيه شيء يسلم نعم يسلم معهم معهم يسلم معهم طيح معهم يعني قبل ما يسلم قبلهم معهم شكرا يسلم قبلهم لا بغى لأن هذا انفراد انفرد عنهم طيح شكرا نعم فضيلة الشيخ ما حكم العمر عن الغير بمقابل أجر مادي إن كان قصده الأجر فالعمر لا تصح والحج لا يصح إذا كان القصد هو المال أما إذا كان القصد أن ينفع أخاه ويبرئ ذمته ويأخذ المال يستعين به على سفره وعلى ما ينوبه فلا بأس بذلك هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ أحمد من جدة ما الدليل على عموم الرسالة المحمدية الخالدة أحسن الله إليكم يا أخي ما تقرأ القرآن الله جل وعلا قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وكان يكاتب الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام من ملك الفرس وملك الروم كتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وأيضا ما حصل فإن الإسلام انتشر في المشارق والمغارب ودخل فيه العرب والعجم ودخل فيه غالب الأمم هذا الدليل على عموم الرسالة المحمدية نعم أحسن الله إليكم الأغت السائلة تقول كم مدة زوال الشمس المنهي عن الصلاة فيها الوقت النهي هو إذا توسطت الشمس فوق الرؤوس فإذا توسطت فوق الرؤوس فلا صلاة حينئذ ولكنه وقت قصير لا يتسع لصلاة فإذا زالت الشمس عن الرؤوس إلى جهة الغرب وبدأ الظل ولو قليلا جهة الشرق فإنه دخل وقت الظهر وزال وقت النهي لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوك الشمس هو زوالها عن محاذاة الرؤوس نعم السائل يقول هل يصل الميت ثواب الأعمال التعبدية التي لم يرد فيها نص كقراءة القرآن والذكر شيخ لا هذا ما ورد فيه دليل نحن نتبع الدليل والأصل أن عمل الإنسان له قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولكن ما ورد به الدليل أنه يصل إلى الميت فإننا نعمله مثل الصدقة عنه والحج والعمرة عنه والدعاء له هذا يصل إلى الميت لأورود الأدلة بذلك نعم هذا سائل يقول الشيخ صالح دعاء اللهم لك صمت على رزقك أفطرت هل هو خاص في رمضان أم يشمل أيام التطوع كالاثنين والخميس يشمل أنواع الصيام لكن الحديث فيه نظر ثبوته فيه نظر من جهة السند نعم من الأسئلة التي وردت البرنامج يسأل عن كثرة الحلف وإكثار الحلف بالله سواء كان صادقا أو كاذبا هذا منهيا عنه حرام هذا يدل على التساهل يدل على التساهل باليمين قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتد أخيم فبدأ بكثرة الحلف لأن هذا يدل على التهاون والتساهل في الحلف في الحديث أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظروا إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه الله جل وعلا قال واحفظوا أيمانكم لا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة ولا يحلف بالله إلا وهو صادق نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يسأل الفرق بين الجائز والحلال الجائز والحلال سواء لا فرق بينهما والمباح الجائز والمباح والحلال هذه ألفاظ مترادفة نعم هل على الدين زكاة نعم الدين عليه زكاة لأنه ملك للدين فيزكيه إلا إذا كان لا يدري هل يحصل عليه أو لا يعني كان عند مماطل لا يدري هل يقدر على أخذه منه أو لا أو كان على معسر لا يدري هل يستطيع القضاء أو لا فإنه لا تجب عليه زكاة حتى يقبله فإذا قبله زكاه عن سنة واحدة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت البرنامج يسأل عن أسباب عدم إجابة الدعاء أسباب عدم إجابة الدعاء كثيرة كان يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو يعتدي في الدعاء إنه لا يحب دعو ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين لا يعتدي في الدعاء فيدعو على من لا يستحق الدعاء ويظلم من ناس فعليه أن يدعو الله كذلك مما يمنع قبول الدعاء كما في الحديث أكل الحرام قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وقال لسعد بن أبي وقاص لما قال له ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة قال أطب مطعمك يستجب تستجب دعوتك نعم نختم هذا اللقاء كما أشار زميلي مخرج هذه الحلقة شيخ صالح عن قراءة القرآن بالترتيب وختمه في الصلوات الجهرية هل هو سنة أم بدعة هذا لا أصل له وهذا أيضا يكلف الأئمة يظنون أنه سنة وهو ليس كذلك يقرى ما تيسر من القرآن كما قال جل وعلا فقرأوا ما تيسر منه إنما هذا في رمضان في صلاة التراويح والتهجد أو يختم القرآن من أوله إلى آخره لكن فيه من عكس الأمر الآن وصار يريد أن يختم القرآن في الصلوات المفروضة ولا يختمه في صلاة التراويح هذا أكس السنة نعم جزاكم الله عننا وعن أمة الإسلام خير الجزاء انتهى وقتنا لهذه الحلقة المباركة والتي أجاب فيها على أسئلتكم استفساراتكم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هاية كبار العلماء وعضوها اللجنة الدائمة للإفتاء أشكر الشيخ صالح حفظه الله وأشكر زملائي في ستوديو القصيم الذين استقبلوا الشيخ وهيئوا هذا اللقاء الطيب المبارك مع الإخوة والهقوات كما أشكر زملائي معي في ستوديو الرياض من مخرجين ومعدين وفنيين زميلي معجب الدوسري يتمنى لكم أوقات طيبة وعمرة بذكر الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته